بعد ما تكلمنا عن الله سبحانه وتعالى وتكلمنا عن أعظم المخلوقات اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى في الكون الواسع اللي احنا عايشين فيه تكلمنا عن خلق السماوات والأرض وإيه اللي جيها قبلهم وكان ترتيبهم إيه في المخلوقات خلونا بقى في الحلقة دي نتكلم عن مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى موجودة حوالينا وبننتفع فيها في كل وقت وكل زمان فتأكد طبعا إنك عمل لايك وشارك في القناة ومفعل التنبيهات حتى تجريك الحياة اللا جاء والبول الحاجات دي برضو بأكد عليها لأنها هي اللي بتساعد على استمرارية وانتشار المحتوى فاتأكد انك مشارك في القناة ومفعل التنبيهات حتى تجريك الحياة الى والبول شكرا بكل تأكيد لكل الدعم الذي لينك على بنأمو بايتريون و فارق نأمو كل نأocide بيخلين نستمير في إنتاج وصناط المحتوى كما بدأنا شكرا لكل المنتسبين على القناة إلا قنقمзرة زرار جوين اذا ما جمع زرار سبسكرايب لو حابتكم من ضبنهم هتعمل كام طريق نفس الطريقة او عن طريق رابط والارقم لموجاتح زرار لايك وشازي نطول كتير. خلي الحلقة تبقى. بعد ما تكلمنا عن خلق السماء والارض وعرفنا اعدادهم وعرفنا ايه اللي خلق قبل ايه خلونا بقى ننزل على الارض علشان نتفرج ونتأمل في مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى على الارض وامرنا الله سبحانه وتعالى بالتدبر في خلقهم والتفكر فيهم قال تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون والقى في الارض رواسيا ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله غفور رحيم وقال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيى به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون لما يجي نبص على البحار هلاقي انها حاجة لطيفة ايوه فرصة جميلة جدا للعوم والترفيه والغطس وممارسة رياضات كتيرة جدا كمان في الصيف نقدر ان احنا نروح نصيف فيها لكن اكيد مش كل دي الحكمة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا البحار علشانها البحر كائن من مخلوقات الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى سخروا لينا احنا البشر ربنا سبحانه وتعالى سخر لينا البحار لاسباب اكيد طبعا كانت اكبر بكتير من اننا نروح نصيف فيها في الصيف من الاسباب دي ان احنا نستخرج من البحار الاسماك ببختلف انواعها ناكل منها ونتمتع منها جدا كمان نقدر ان احنا نستخلص منها بعض المواد الندرة اللي تفيدنا في العلاجات من البحر بنقدر ان احنا نطلع حلي نتزين بيها او النساء يتزينوا بيها وكلها حاجات من مصدر واحد حاجات طبيعية والفايدة الكبيرة برضو من البحار هو ان احنا لما نبص على البحر نتفكر ونتذكر في خلق الله سبحانه وتعالى ونكون فاهمين ان ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر اللي صنع لينا وسخر لينا احنا البحار والانهار والمحيطات اللي صنعهم يستعصي على كائنا من كان محدش يقدر على صناعة المخلوقات العظيمة جدا دي من بحار ومحيطات الا الله سبحانه وتعالى حاجة صعبة جدا على اي مخلوق ان هو نفذ جزء بسيط منها لكنها على الله سبحانه وتعالى سهلة جدا فالبحار بهيئتها العظيمة جدا دي بتوجه لنا احنا رسائل يمكن البحر ما بيتكلمش لكن لو بصت له وتدبرت فيه وفهمت المعاني اللي موجودة جواه مش هتوصل غير لنتيجة واحدة بس ان الخلق البحر ده وخلقك انت كمان هو ربنا سبحانه وتعالى انت مش محتاج بالرسالة تجيلك بشكل مباشر كده التدبر في خلق الله كفاية جدا طب هقولك حاجة واحدة بس تتأمل فيها المية لها شكل واحد مش كده بس عندك ماء مالح وماء عذب مين قدر يخلق حاجتين مختلفين تماما موجودين على نفس الارض يقدر ان هو يفصل بس بين المائين دول وهو الذي مرج البحريني هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا كمان من قدرة الله سبحانه وتعالى بانه خلق البحار لانها تكون وسيلة للتنقل وسيلة سهلة جدا للتنقل بالنسبة للبشر بساط واسع ومفروض ليك بيربطلك بين كل قرات العالم بيوفر لأي بني آدم الوقت والمجهود اللازمين ان هو يتنقل من مكان التاني وترى الفلكة فيه مواخرة لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكروا وطبعا لو قعدنا نعد من فوائد البحار والمحيطات مش هنخلص وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فخلونا ندخل على الانهار والانهار معروفة لو البحار المياه بتاعتها ملحة غير قابلة للشرب فالانهار ذات مياه عذبة قابلة للشرب ودي طبعا حاجة من الحاجات الغريبة تقول لي ايه غريب في كده اقول لك ما انت ما بتحسش ان فيه حاجة غريبة لانك واخد كل الحاجات انها مسلم بيها حاجة فكر كده ان انت عندك تنوع في النعم اللي موجودة حواليك نعم ربنا والحاجات اللي هو مسخرها ليك فيه فيها تنوع كبير جدا زي ما ديسه اقل لك فيه مياه ملحة وفيه مياه عذبة فان النهر يجي لك ماشي كده وجاري فيه مياه عذبة قابلة للشرب بدون اي تحلية وتقدر ان انت تشرب منها بدون انقطاع ومش بس كده تقدر ان انت طول الوقت وفي اي وقت من اوقات السنة تقدر ان انت تروي بالمياه دي الاراضي زي نهر النيل مثلا اللي سنجله في الكلام هيحسوا طبعا لما يشوفوا نهر النيل ان هم جالهم احساس بالعطش مياه عذبة قابلة للشرب مستمرة طول فترات السنة ياه نعم احنا بقى اللي عايشين في مصر طبعا مش حاسين بالنعمة دي لان احنا الافنا النعمة عايشين معاها وبنقول عادي يعني ومن الانهار بالاختصوه من الله سبحانه وتعالى بالذكر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في الاحاديث النبوية انهار ليها علاقة بالدول العربية قال صلى الله عليه وسلم وهو يوصف رحلة الاسراء والمعراج في وصفه لسدرة المنتهى تحديدا يخرج من اصلها نهراني باطنان ونهراني ظاهران فاما الباطنان ففي الجنة واما الظاهران فالنيل والفرات والبخاري في شرحه للحديث ده بيقول ان النيل والفرات هم النيل والفرات اللي موجودين في الدنيا بالاوصف بتاعتهم واسماءهم كمان النيل المعروف اللي موجود في مصر والفرات برضو المعروف اللي موجود في العراق وتم ذكرهم برضو في السنة في مواضع صحيحة طبعا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من انهار الجنة وفي رواية للامام احمد فجرت اربعة من انهار الجنة الفرات والنيل وسيحان وجيحان وان كان في بعض العلماء بيقولوا ان المقصود بالانهار اللي ذكرت بالاسم دي هو التشبيه ان هما شبه نهر النيل وشبه نهر الفرات الا ان اغلب العلماء بيقولوا ان لأ الموضوع مش محتاج تأويل الالفاظ واضحة وصريحة في وصف الانهار دي ان النيل والفرات من انهار الجنة على اللسان النبي صلى الله عليه وسلم والنيل معروف يعتور هو اطول انهار العالم بيبدأ في الحبشة وبيمر على مناطق كتير جدا بيشق الارض لحد ما بيدخل على السودان ومن السودان بيدخل جوه مصر وبيتفرع عند نقطة معينة ذكرها ابن كثير في كتاب البداية والنهاية وانا بصراحة فخور ان اسم المدينة اللي انا عايش فيها بيذكر في البداية والنهاية ذكر بالاسم كده مكان اسمه شطنوف ودي قرية موجودة في مركز اشمون بالفعل وذكر كلمة اشمون كمان وده يعني للفخر اللي يسائل فيعني ابن كثير في البداية والنهاية قال اشمون وقال شطنوف ولو حاول تتأكد ممكن ترجع للمجلد الاول من البداية والنهاية المهم ان في المكان ده او قبل شوية كمان يعني تحديدا علشان ما نبقاش لخبطنا الجغرافيا بيتفرع نهر النيل لفرعين لحد ما بيصب في النهاية في البحر المتوسط لكن في النقطة دي طبعا علامة ودلالة قال تعالى اولم يروا ان نسوق الماء الى الارض الجروزي فنخرج به زرعا تأكلوا منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون لما تبص على نهر النيل من فوق كده هتتعجب وتقول مين اللي قرر ان الميا دي تمشي في المسار ده بالتحديد من اللي رسم الخط لنهر النيل يفضل ماشي فيه يروي كل الاراضي دي ويسقي كل الناس اللي عايشين في المكان ده من الحبشة للسودان لمصر لحد ما يصب في البحر من اللي امر النهر ده انه يكون بالشكل ده علشان يستفيد منه كل الناس مفيش حد غير ربنا سبحانه وتعالى ويمكن نهر النيل كانت ليه قصة مشهورة مع بداية دخول الصحابة في فتح مصر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ايد عمر بن العاص رضي الله عنه ان عمر بن العاص لما دخل مصر جولوا ناس من الاقباط في مصر القبط اللي هم اهالي مصر كان بيطلق عليهم كده وقالوا لعمر بن العاص ان النيل بتاعنا ليه سنة كده معينة حاجة لازم نعملها كل سنة عشان النيل يفضل يستمر فبيسألهم عمر بن العاص ايه هي الحاجة ده قالوا ان احنا كل سنة يوم 12 في الشهر ده بنروح نجيب بنت بكر وبنراضي ابوها وامها بنديهم فلوس وبنقوم ملبسينها هدوم وحلي من اغلى وافخم الانواع وبعد كده بنقوم رميانها في النيل دي كانت عادة كانت موجودة عند المصرية فقال لهم عمر بن العاص ان هذا لا يكون ابدا في الاسلام وان الاسلام يهدم ما كان قبله فقالوا خلاص يعني مش هنعمل حاجة ودينا هنشوف فرجعوا وفعلا ما عملوش العادة اللي هما كانوا متعودين عليه ويتفاجئوا بان النيل منسوب وبيقل تدريجيا فالناس خافت ان اللي هيحصل دلوقتي هو الجفاف وقالوا بس خلاص احنا نسيب الاراضي بتاعتنا ونمشي فعمر بن العاص طبعا استغرب جدا وكتب رسالة للخليفة عمر بن الخطاب بيقولوا فيها اللي عملوه واللي حصل فقال له عمر بن الخطاب قد اصابت بالذي قلت وان الاسلام يهدم ما كان قبله وكتب بطاقة موجودة جوه الرسالة اللي كتبها لعمر بن العاص وقال له عمر اني قد بعثت اليك بطاقة داخل كتابي فالقيها في النيل فلما قدم الكتاب الى عمر بن العاص اخذ البطاقة ففتحها وقرأ ما فيها من عبد الله عمر بن الخطاب امير المؤمنين الى نيل مصر اما بعده فان كنت تجري من قبلك فلا تجري لو انت المية اللي فيك دي بتمشي كده وانت بتمشيها بمزاجك ما تمشيش وقف المية احنا عايزين جفاف وان كان الله يجريك فاسأل الله الواحد والقهار ان يجريك وبالفعل بيلقي عمر بن العاص الرسالة دي في النيل بتقول الرواية وبيقول المؤرخين ان اليوم اللي بعديها النيل ارتفع 16 ذراع في المنسوب بتاعه ومن ساعتها والعادة دي قطعت من برا مصر بالكامل فقعلي دي كانت قصة من القصص اللي ليها علاقة بنهر النيل وليها علاقة بالانهار والبحار اللي امرنا الله سبحانه وتعالى ان احنا نتدبر ونتفكر فيهم ونركز اكتر في الحاجات اللي موجودة حولينا في الكوكب ده ونتأمل فيها شوية مش هنخسر حاجة ان احنا كل يوم مثلا نخلي في وقت عندنا ان احنا نتأمل ونفكر شوية لحد ما اجي لك في الحلقة الجاية اللي هيكون عندنا فيها تكملة لخلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وتكملة لرحلة التأمل والتدبر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى فاتأكد انك عمل لايك وشارك طبعا في القناة وفعل التنبيهات عشان تجي لحياة رجاءة والبول شكرا بكل تأكيد لكل الدعمي دينا على بيتريون بوضفون كاشو بيبل دعمكم نيطبع بيخلص مبارفين تاكد وصنة المحتوى كمان شكرا لكل المنتسبين على القناة اللي عملك عندنا زورة رجوعين انما جوجل بزراء سبسكريب ولسا كده السلام عليكم